فترات التوافق والتنسيق العالي بين إسرائيل وروسيا في مختلف الملفات بما فيها السورية لا يبدو أنها ستستمر مع دخول العلاقة في نفق قاتم خلفته معارك أوكرانيا والتجاذبات الدولية المتولدة عنها يفجر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأزمة بين الطرفين بقوله إن الأصل اليهودي للرئيس الأوكراني لا ينفي حقيقة وجود عناصر نازية في حكومته معبرا عن اعتقاده أن لهتلر دماء يهودية هذه القنبلة التي عدها بعضهم ناتجة عن فتيل أشعلته تل أبيب بتزويدها كييف بالأسلحة في مواجهة الغزو الروسي توبخ تل أبيب السفير الروسي ويبدأ المسؤولنا الإسرائيليون الواحدة تلو الآخر بتسجيل موقفه الممتعد من تصريحات لافروف منتظرين الاعتذار الذي لم يأتي ولا يبدو أنه قادم مع موقف موسكو المتصاعد ضد إسرائيل والذي ظهر جليا في الرد على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا والتي استهدفت مطار دمشق وزير الدفاع الإسرائيلي يوني جينتس يحاول في آخر تصريحاته تبريد الأجواء والتأكيد على أن الضربات الجوية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا مستمرة بناء على التنسيق السابق والمؤكد عليه بين فترة وأخرى مع الجانب الروسي تنسيق يشهد اهتزازا قد يكون أقل مما أحدثته سقوط طائرة روسية عام 2018 بسبب الأعمال العدائية والاستفزازية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في سوريا وفق قولي وزارة الدفاع الروسية آنذاك